اشتركوا في القناة الثانية من جهاز السلم برو اللي هو سلم برو 2 من شركة الأوكسبان خلونا اول شي في البداية شاو نسولف مع بعض على تاريخ او موضوع السلم وتحديدا البرو البرو الاول لما نزل تقريبا انا اتذكر سويت الريفيو بشهر خمسة من السنان اللي فاتتس يعني احنا قامنا نتكلم عن خمستعش شهر تقريبا من نزل البرو الاول حقق النجاح ما شاء الله يعتبر الحين لغاية هذه اللحظة الاكثر مبيعا في جميع الدول ان كان بالكويت ان كان بالسعودية ان كان بالعراق ان كان بمصر ومصر بعد يعتبر اكثر شهرة في مصر وما شاء الله الى هذه اللحظة العالم تتابع الريفيو وتسأل عنه وتشتريه وتستخدمه وتمدحه بعدين بعد فترة تقريبا شهور يعني ما طول اربع ستة شهور تقريبا نزل بعدين عندنا البرو اسكيو الا هو المربع تتذكرون وانا في مرة نزلت لكم بوس قلت لكم هل هذا فعلا الجهاز يعتبر الاكثر مبيعا حاليا تأكت من هذه المعلومة انه فعلا يعتبر من الاكثر مبيعا ما بين العراق وما بين مصر وفي كثير من المتابعين وحتى اصحاب المحلات اكدوا لي هذه المعلومة حقق نجاح جدا ان كان على شكل الجهاز ومواصفاته وايضا على البودات اللي اتطورت على نزول البرو وظلينا فترة طويلة ما في شيء يعني البرو والبرو اسكيو فترة طويلة لغاية تقريبا شهر خمسة اللي فاتحنا قلنا نتكلم عن اقل من ثلاثة شهرين الى ثلاثة شهر شل اللي نزل بعده نزل بعده منه من شهرين او من ثلاثة شهر تقريبا اللي كان شهر خمسة اللي نزلت لكم فيه اللي هو كان عندنا السلم جو يعتبر النسخة الاقتصادية او النسخة الارخص من البرو من غير شاشة من غير اي تحكمات يعني كان جهاز بسيط جدا وايضا نقدر نقول ان انا شخصيا قاعد اسمع انه محقق النجاح بحكم انه في كثير من الناس ما زالت حابة الاسلم او تسمع الاسلم لكن ما لها في التحكم بالواط والتحكم بالشاشة والامر هذي فتاخذ النسخة الابسط ويمكن حتى الارخص فأيضا نحقق النجاح طيب ونحن قاعد نتكلم عن تقريبا اقل من ثلاثة شهور تاو كان نازل الجو انا عندي نوعا ما استغراب ما راح اقول الانتقاد استغراب وقت نزول البرو تو انا توني عندي جهاز ما صال له من شهرين الى ثلاثة شهور ما تم الاعلان عنه يعني تقريبا توا في مرحلة التوزيع وتوا في مرحلة الانتشار على الجو انا قاعد اتكلم فأنا عندي شريحة من الناس استخدمت ايه مستخدمة للبرو القديم وعندي اللي قاعد يستخدمون حاليا او المنتظرين الجو وعليه طلب حلو فنوعا ما قاعد اشوف توقيته بدري شوية او بالكويت احنقول انبتشر شوية قاعد اشوف انه يعني انا بالنسبة لي لو بنزله انزله على الاقل شهر تسعة شهر عشرة هذي وجهة نظر الخاصة انا قاعد اتكلم انه نزل بتوقيت يعني لسه بدري يعني توقف بنزل القو انطر شوي علي انك عشان تنزل جهاز جديد تحت اسم او مضلة السلم برو اوكي مو مشكلة هذا ممكن نتغاضى عنه في حال اذا كان هذا الجهاز يقدم لنا شي مختلف او مميزات جديدة على جهاز او ردي احنا مجربينه وحابينه وحاب وننتظر الجديد منه فهذا الشيء رح نعرفه اليوم شاب فنزلوا معي تحت خلوني يعرفكم عليها بالتفصيل اوريكم العلبة ومحتوياتها والجهاز ومواصفاتها ونرجع نكمل كلامنا على جهاز الجهاز السلم برو 2 من شركة الاوكزبا تابع ربيو ويضا شاب خلوني احنا نعرفكم بالتفصيل على جهاز السلم برو 2 اللي هي لنا من شركة الاوكزبا ونشوف ان هذا الجهاز كان نسخة جديدة شنو ممكن يكون مختلف عن النسخ القديمة بالنسبة لشكل العلبة هذا هو اللي تعودنا عليه بالفترة الاخيرة لكن اللهم عندنا الجزء الشفاف اللي على اساسها رح نشوف اللون اللي هو احد الالوان الجديدة اللي نزلت على هذا الجهاز يعني على سبيل المثال ما تمانتم ملاحظين وياي ان هذا اللون الجلد البني وفي عندنا ايضا الكاربون فايبر الفضي وفيه الوان كثيرة الامانة الجديدة لكن هذه هي الالوان اللي وصلتني نبطل العلبة وياكم على السريع ونشوف نستعرض محتوياتها قبل لا استعرض محتويات العلبة شاب رح تلاحظون انه فيه تقريبا منيو مختصر لطريقة استخدام الجهاز على سبيل المثال الضقطة لتشغيل الشاشة ضقطتين لتغيير الثيمات الخاصة في الشاشة وهذا رح تشوفونا معاي بعد شوي الثلاث ضقطات للتحكم بالواط الخمس ضقطات لتشغيل وإطفاء الجهاز السبع ضقطات لتصفير عدد السحبات وعندنا في النهاية اذا ضغطت الزر لفترة طويلة تقريبا لمدة ثانيتين راح يستعرض لك على الشاشة هذا المنيو او هذه طريقة الاستخدامات الخاصة للجهاز الاسلم نبطل العلبة وياكم على السريع نخلص اول شيء من علبة الاكسسوارات اللي تي مع الجهاز ونشوف شنو بالنسبة لمحتوياتها في البداية من هالناحية شي يبين وياننا عندنا هني كابل شحن من فئة التايب سي ها زي نحط لنا علاق بعد هذا بالنسبة للعلاق الخاص لشركة الاكسفا وعندنا ايضا في بود اضافي غير اللي يراكب على الجهاز اللي هو ان شاء الله اللي يطلع اوكي هذا بالنسبة حق البود الاضافي راح تلاحظوا اياي انه هو 0.8 واللي يراكب على الجهاز اهو 0.6 وخلوني استعرض لكم الجهاز عشان تاخدون فكرة سريعة عنه ونخلص من قصة البود هذا هو بالنسبة لجهازنا الجديد او النسخة الجديدة من جهاز السلم برو اللي هو السلم برو 2 هذا هو بالنسبة للشكل الخارجي تقريبا ما طلع او ما راح بعيد عن مستوى التصميم الخارجي اللي احنا تعودنا عليه من شركة الاوكسفا او الخاص لجهاز السلم ونرجع لسافة البود بالنسبة للبود اللي راكب على الجهاز راح يكون هو 0.6 وهذه هي اصلا البود دات اللي احنا مستخدمينها من قبل ما تغير شي جدي يعني ما في شي جدي شعب على مستوى البود دات اللي احنا تعودنا عليها بالفترة الاخيرة اللي هي تعتبر علوية وعندنا بالنسبة حق السعة 2 وعندنا الاوامات المختلفة اللي احنا شفناها اللي تبديدي من 0.4 0.6 0.8 وال1.2 يعني البود دات ما صار عليها تغيير ايها بود دات اللي استخدمناها على جهاز جديد نرجع مرة ثانية للجهاز لكن هالمرة خلونا نقارن مع النسخة القديمة عشان نشوف مدى الفروقات ما بينهم ان كان على التصميم الخارجي الفروقات ليست بالكبيرة يعني ما في تقريبا شيء اختلف على مستوى التصميم الخارجي يعني تقريبا نفس الاطار اللهم لمسات بسيطة على مستوى عرض هذه الحواف عندنا نفس التهوية نفس المكان الخاص للشحن لكن عندنا هنا كان شوي مربع لكن هنا لما نشوف الجديد تلاحظون ان التصميم شوي مختلف لكن الفكرة اللي بيفاجئكم فيها ان بالرغم من ان تقريبا تشوف ان هذا اسمك او اعرض لكن شوفوا معاي سعة البطارية المختلفة القديم كانت 1000 ميلي امبير هنا صارت معانا 1300 ميلي امبير وهذا يعني نوعا ما رفع تكلم عن 30% زيادة على سبيل المثال اذا كان الجهاز يطول معاك 10 ساعات الآن صار 13 ساعة 30% بالنسبة لسعة البطارية وعندنا بالنسبة للزر ما زال محافظ على مكانه وبالنسبة للشاشة صار في عندنا تغيير من بعد لكات عندنا شاشة المربعة صار شوي تغيير على مستوى الشاشة يعني ايضا حتى على مستوى الخروج اللي صار من برة هذا وعلى شكلها وعندنا مميزات خاصة لشاشة ضعفوها مميزات بسيطة يعني على مستوى الشكل وعلى مستوى نظام التشغيل خلونا نشغل الجهاز ونشوف شنو المؤضافات اللي حطوها على الشاشة 1 2 3 4 5 وتشتغل معانا الشاشة وشوفوا طريقة العرض عندنا عداد البطارية مع صورتها وعندنا بالنسبة للواط عندنا قارئ الآوم وعندنا عداد السحبات طبعا الجهاز يوصل معك لغاية 30 واط لكن هو معطيني لغاية الثمن تعش لأن أنا أحاط 0.8 1 2 3 لتغيير الواط وشوفوا معانا مستوى الواط وين يوصل معانا لغاية الثلاث واط ويرجع ثانية على الخمسة لكن مجرد ما نركب pod اهو رح عدد لك الواط المناسب لهذا الاوم وعلى أساس تستخدم الجهاز مثل ما عرفتم من المنيو موجود هنا طريقة الضغطات على أساس تستخدم الجهاز لكن في حال قطيت العلبة وتعرف المنيو من غير ما ترجع حق ال user manual شايفين هذا الزر اضغط على ضغط طويلة شوف رح يستعرض لك الضغط الضغطتين لتغيير الثيم ثلاث ضغط لتغيير الواط خمس ضغط لتشغيل واطفاء سبع ضغط لعمل clear لعدد البفات أو عدد السحبات واحد اثنين ثلاث عرفناها لتغيير مستوى الواط قلي يثبت نحن شوفه معي بالنسبة للثيمات عندنا ثلاث ثيمات تقريبا أو بالأصح ثيمين وإضاءة واحد اثنين هذه هي الثيمة الأول اللي هو مثل الألعاب نارية واحد اثنين وهذه الثيمة الثانية اللي هو عيات أعصار ماذا شنو وواحد اثنين يعطيك فقط إضاءة الإضاءة الإيدي اللي هو على أساس تشتغل ووقت الاستخدام يعني هذه الثلاث ثيمات تعتبر ثيمة الإضاءة وعندنا الدوامة وعندنا الألعاب النارية فقط لا غير يعني كمميزات تشغيل ما صار شيء وهذه الشغلات تقريبا شفناها بأكثر من جهاز من قبل يعني ما نقدر نقول أن هذا شيء جديد أو حتى شيء مفيد نقدر نقول على مستوى استخدامنا للجهاز نفس البود تقريبا نفس الجهاز الشيء الوحيد اللي فعلا تغير 100% أو تقريبا هذا كل كل شيء تعالوا معي فوق أنت ناقش من الموضوع ونشوف شنو رأينا ووجهة نظري الخاصة في الجهاز اللي هو السلم برو 2 تعرفتم يا شاب الحين على جهاز السلم برو 2 الجديد من شركة الأوكزبا وشفنا بالنسبة للجهاز شنو ممكن يكون قدم مع هذه النسخة في البداية نقدر نقول أن نقدم ألوان جديدة يعني هذه الألوان تعتبر نوعا ما جديدة ما بين هذا ما بين السلفر اللي ورايتكم إياه عندنا على مستوى البودات مثل ما هي ما نزل لنا بودات شوف هي حلوة أو حلوة الحلو أن في حال إذا هي نفس البودات معناها أن أنت ما رح تضطر أن تشتري بودات جديدة خصوصا أن هذه البودات نحن نتكلم عن نسبة بيرة جدا من الشباب حابين هذه البودات ويشوفون ها واحدة من أفضل البودات على مستوى براندات ثانية المو حلو أن 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 تقدمت شيء جديد على مستوى البودات لكن دائما أن أن تقدمت شيء ممتاز ما عندي أي مشكلة فيه الجهاز إن كان على مستوى الجهاز سعة بطارية جبارة على جهاز سحبة سيجارة أو فئة البود من هالنوعين من الأجهزة يعني أن تكلم عن راحة باستخدام الجهاز لفترات طويلة جدا خصوصا بعد أن تستخدم الأومات المرتفعة التي تحتاج وات نازل فأنت تكلم عن بالأيام يضل معاك هذا الجهاز باستخدام بشحنة واحدة فقط النوع على المواصفات هي ما زالت نسف فتحات التهوية هو ما زال الزر اللي موجود على جن الشاشة تغير شكلها فقط لكن مضمون ها ما ضف لنا إلا سافة الثيمات اللي هي شفتوا معاي صورة الألعاب النارية وصورة الدوامة وإن الإضاءة اللي تتفعل وياك وقت الاستخدام وهذه الإضاءة يتغير معاك الثيم وعلى فكرة شاب الزر ما يشغل الجهاز يعني قبل كان ممكن الزر الجانبي كان ممكن على أساس يشتغل الجهاز في حال اخترب السنسور هنا هذا الزر الحين ما قام يشغلك الجهاز فقط يعتمد على السحبة آيس حاط بالنكة للأسف الله يسامحني حاط نكة آيس المهم فلما تكلم على مستوى شيء جديد صار على هذا الجهاز ما ك شيء جديد للأسف أنا نوعا ما محبط أو يعني مو هذا اللي أنا شخصيا كنت منتظره أوك ساعة البطارية جميلة شوف إذا أنت كنت من المحبين الإسلم أنت من عشاقة عاشق لهذا الجهاز يختنع بأي جهاز ثاني فقط تشتري الإسلم نوعا أنت هذا النوعية من الشخص لما ينزل لك هذا الجهاز أنت شخصيا ستنبسط لأن نسخة جديدة ألوان جديدة سعة بطارية أعلى إذا أنت من النوع اللي ما تغير الإسلم لكن إذا أنت من النوع اللي والله أنت دائما تدور الأفضل ومن الناس اللي شفت إن الإسلم فعلا كان عاجبك لكن منتظر الشي الجديد هذا بالنسبة لك ما قدم شي جديد هذه أنا وجهة نظري مع جهاز السلم برو 2 يعني ما قدم لي شي جديد كثير ما هو فقط نسخة جديدة بسعة بطارية أعلى بألوان جديدة فقط يعني كفكرة كنظام تشغيل كنقلة نوعية في مواصفات الجهاز للأسف ما شفناها أنا بطارية فقط أو حتى صورة مفرقعات أو صورة دوام تشتغل وقت ما استخدم الجهاز مو هذا لأن كنت منتظر فهذه أنا وجهة نظري في الجهاز ويعني شرحت وجهة نظري في حال إذا كنت من عشرق الجهاز شنو يكون بالنسبة لك إذا من الناس المنتظر شي جديد شنو ممكن يكون بالنسبة أو شفت إن مو هذا اللي أنت منتظر ولا ممكن أنت من الناس اللي تقول لا أنا أحب الأسلم فمنتظر من نسخة جديدة ما عندي مشكلة سعة بطارية بالنسبة لك هذه ميزة كبيرة بالنسبة لك شاركني برأيك هنا عندي بالكومنتات يعطيكم العافية